وضمن الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا يستمر إقبال المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المجاني الاختياري ما يعكس الثقة التامة منهم في سلامة وأهمية فعالية اللقاح في تحقيق الوقاية من فيروس كورونا مع استمرار الحملة الوطنية للتطعيم يزداد إقبال المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المجاني المضاد لفايروس كورونا بشكل اختياري ما يؤكد على وعيهم المسؤول في الحفاظ على صحتهم وصحة عوائلهم ومحيطهم المجتمعي وذلك بالتزامن مع وضع المملكة كافة الإجراءات الاستباقية الناجحة لتفادي انتشاره نشكر جلالات الملك المفدة وحكومة الرشيدة على ما قدمت من أجل توفير اللقاح لكل المواطنين والمقيمين انطلاقا من حرص الدولة على حماية أبنائها وكل من يقيم على أرضها من أي أثار لجائحة كورونا هي وضعت اللقاحات في المراكز حتى تكون طريقة ميسرة وسهلة الوصول إليها لكل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة خدت التطعيم وبعد في نفس الوقت برجع وعساس أن زوجتي وعيالي الثانية راح يأخذون التطعيم جينا هنا على أساس أنه قريب المكان إلى البيت طبعا وسهل أمور مسهلة يعني كلش سهلة ما فيه أي صعوبة الحمد لله رب العالمين اليوم جاينا ناخد اللقاح بناء على توجيهات جلالة الملك والإجراءات اللي سووها بعض الدول ما عندهم لقاح مجان نحن الحمد لله عندنا لقاح مجان التفاعل الإيجابي من قبل المتلقين للتطعيم لم يأتي من فراغ بل من وعيهم وتكاتفهم في مكافحة كوفيد 19 وإيمانا منهم بأن الالتزام بالإجراءات والتعليمات الاحترازية والوقائية هي ما ستساعد على الانتصار عليه وخروج المملكة لبر الأمان بصراحة ييت على أساس أن أكون مشارك الناس ودائما أشجع الناس على أساس أن يأخذون اللقاح يعني بصراحة إحنا من الناس اللي يعني واعين الحمد لله أقل شيء ممكن يسويه لواحد يحصن نفسه ويحصن عائلته ويحصن المجتمع معلكة كل فهذا شيء بسيط من الدول اللي ينرسات يقومون فيه الطاقم وطريق البحرين أنا أحس بأمان لما أدخل براته أدخل مستشفى هذا وستواصل مملكة البحرين خطوها بخطوات متقدمة ووضع كافة الإجراءات والمخططات التي ستجعلها في طليعة الدول في التعامل المتقن مع الفيروس والسير بخطة ثابتة وصولا للأهداف المنشودة من خلال تسخير أفضل الإمكانيات والموارد من أجل تعزيز سبل التصدي لكورونا لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين عمل منظم وسلاسة في الإجراءات يجعل جميع من يأتي لأخذ اللقاح المجاني الذي وفرته مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين على حد سواء يحس بالمسؤولية الوطنية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعت من أجل السلامة العامة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين